السلام عليكم يا شباب بإذن الله في الفيديو ده هنشرح أمدلس لو تمام نبدأ على طول مش عايزين ناخد أي وقت عشان الدنيا مزنقة كده كده تمام أول حاجة عما أمدلس ده قال لك إيه قال لك إحنا ممكن نقس البرفورمانس بطريقة تانية إحنا كنا زمان بنقس البرفورمانس أو كنا بنقس الـ CPU time إزاي كنا بنقل الـ CPU time عندك عبارة عن إيه الـ CPU بتاعتك اللي هي أنت الـ instruction بتاعتك تاخد كم كلوك عشان تتعامل في عدد الـ instructions في الـ time أنت كده كنت تحسب الـ CPU كنت بتحسبها before وafter بعد ما تعمل مثلا improvement لحاجة معينة تمام وتقسمهم على بعض أنت كده بتكون جبت الإيه البرفورمانس بتاعتك تمام عشان كده كنت بتقول البرفورمانس بتاعتك أو الـ speed up عن متا كنت بتقول هي عبارة عن إيه الـ speed up كنت بتقول عبارة عن CPU time before على CPU time after تمام ليه بنقول before على افتر عشان انت كده 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 بتكون العلاقة ما بين البرفورمانس و الـ time عكسية أن كلما البرفورمانس بتاعتك زادت تمام performance زادت execution time أو CPU time بي إل تمام execution time بي إل تمام جميل جميل طب أنا لما قلت لكم هنا قلت CPU time أو execution time ليه قلت اللي اتنين اللي اتنين عندي بالنسبة لي واحد هنقولنا في المنهج اللي اتنين دول بالنسبة لي واحد execution time هي هي CPU time بالنسبة لي في المنهج بس ده مش صح تمام ده مش مظبوط ليه ان CPU time ده الوقت اللي بياخده البروستور عشان يعمل لي مسلا ايه البرنامج بتاعي طبعا فيه اوقات تانية بيعاد بيها البرنامج تاعة عبل ما بيشتغل او عبل ما بيتنفذ غير البروستور تمام بيبقى مسلا في حاجات تانية مسلا عندك الانبوت والاوتبوت بتأثر عنديها على execution time البرامج التانية المفتوحة والحاجات دي كلها total كلام ده كله بيبقى اسمه execution time تاع البرنامج احنا بنعتبر ان البرنامج اللي عندنا اللي بننفذه unloaded يعني معلوش اي load واي حاجة بقى مكانسلين كل ده وبنقول ان هو time اللي باخده بس عشان اعمل البرنامج هو cpu time جميل جميل دي مراجعة سريعة تمام دي مراجعة سريعة جدا على ايه حياتة ان احنا execution time هو هو بالنسبة لنا في المانه cpu time جميل تمام جالك امدل ده بقى وقال لك ايه قال لك جوس يا سيدي احنا الوقتي هنفترض ان عندك كمبيوتر والكمبيوتر ده انا هحسن فيه جزء معين بس هحسن فيه بورشن معينة كده بس تمام دي لانا هحسنها وعايز اشوف ال impact بتاع التحسين ده يعني الوقتي حسنت الحتة دي بس في الكمبيوتر تمام ولنفترض مثلا يفترض ان هو مثلا زبط لك حتة ان data transfer instruction خليها تاخد وقتها قل او مثلا unconditional branching خليها تاخد وقتها قل او مثلا حطلك مثلا كذا ايه ايه او اي يكن عمل لك تصبيطة معينة في الكمبيوتر بتاعك عشان تحسن لك ال performance بتاعتك تمام تمام يعني هو ما حسنش الكمبيوتر كله الوقتي ما شلكش الكمبيوتر وحاطلك الكمبيوتر تاني لا او حسن بورشن معينة في الايه الكمبيوتر عندك هو الوقتي قالك انا لو حسنت الجزء المعين عندي انا عايز اشوف ال performance total او ال impact total على الكمبيوتر عندي دي تبقى بكام جميل فهو الوقتي كان بيقولك ايه بيقولك ال execution time الجديد بتاعك هيبقى عبارة عن ايه هيبقى عبارة عن ده new اللي هو بعد التحسين اللي هو بعد ما انت ايه حسنت الجزء معين هيبقى عبارة عن ايه هيبقى عبارة عن execution time ما جناش ناحيته تمام ما تحسنش un affected من الاخر يعني زي يعني دول كلهم اهو دول كلهم ما انا جيتش ناحيته يبقى انت عندك ال execution time الجديد عبارة عن execution time اه الجزء الاولاني اللي هو un affected تمام زائد الجزء اللي تحسن اللي هو ده execution time affected by improvement اللي انا عملتها على amount of improvement ليه يا cd بص يا عم يبقى هو بيقولك من الاخر time بتاعك الجديد ده وال execution time total بتاعك الجديد هو هيتقسم لجزءين جزء ما جناش ناحيته time بتاعه بياخد نفس time زي ما هو يعني ما افترض بقى اللي هو ال r format والحاجات دي كلها ما تغيرتش انا غيرت بس في load وال store والكلام ده تمام فانت عندك بقية instructions ما تحسنتش فهي ايه بقى time بتاعك تقسم لجزءين time un affected و time اللي ايه اتأثر بمقدار معين من التحسين او improvement تمام فانت لما تقول time بتاعك لتحسن او الجزء اللي تحسن بتقسمه على مقدار improvement ليه بنقسمه ومش بندربه بص لو انت مش عارف جابت السؤال ده في الفيديو وارد وانا اقول لك كل الفيديو انك انت الوقتي لما بتحسن حاجة انت بتأس انت بتقلل execution time بتاعها تمام بتقلل يعني انت الوقتي عايز execution time total بتاعك داي قل فانت لما تقول ان مثلا هضرب execution time اللي هو بتاع الحاجة اللي تحسنت تمام ال affected تمام الاخر واضربها في amount of improvement مثلا هقول لك مثلا حسنت لك load وال store بالضعف او تلات اضعاف او كده تقوم ايه اللي في تلاتة فانت كا في الاخر زودت ال ايه execution time خليته ايه زاد تمام فده غلط خالص فاحنا بنقسم على مقدار التحسين اللي احنا عملناه جميل جميل طب تعالا بقى نسمع القانون ده او نحاول ندمجه كده مع قانون ال speed up تمام 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 احنا قلنا ال speed up بتاعتنا اللي هي overall اللي هو ال performance اللي احنا وصلنا له خالص النهائي بعد ما حسننا البرنامج اللي عندنا تمام كان عبارة عن ال cpu time before تمام sorry على ال cpu time طبعا دي وكابيتل اهي و dp after عباقول اللي انا بكتبه عشان ممكن الخط ما يبقاش لطيف ان بكتب بالايه بالموس تمام فهل الوقت عايزين ناخد بقى قانون امدلز و نعرف نجيب بالل speed up تمام ال cpu time احنا الوقت كنا بنتكلم ايه عن ال time يعني امدلز ده كله بيتكلم عن ال time تمام شغله كله عبارة عن time بيقولك ال time بتاعك الجديد هيبقى عبارة عن ايه او ال impact اللي حصلت في ايه لما حسن جزء معين من البرنامج بتاعي تمام فهنا تعالوا نكتب كده الباستو والمقام هم فال cpu time before عايزين نقسمها لحتتين هو كان بيقولك ايه فيه حتة مش هتتحسن وحتة هتتحسن تمام الحتة اللي هتتحسن دي تبقى في ال time after صح؟ يعني بعد ما حسن الجزء اللي عندي في البروستور ده هيبقى موجود في المقام ال time after تمام فتعال نقسم ايه الباستو والمقام بتوعنا ازاي نقسمهم حتتين تمام اول جزء ده ال time اللي مش نيجي نحياته ال time اللي مش نيجي نحياته يعامل اخر اللي هي اعتبر ال instruction اللي احنا مش نحسنها اللي هي مسلا ال R وال I format اللي احنا مش نحسنها احنا قولنا هنحسن ال data transfer تمام جميل وهنا الجزء اللي انا ناوي ان انا احسنه على الجزء اللي مش هحسنه اهو زائد الجزء اللي هي ناويته احسنه على جزء مقدار التحسين amount of improvement تمام? محدش فاهم حاجة تمام? كده كده احنا زي ما قولنا او الوقت اللي بياخده البروسيسور عمتا عشان يعمل برنامج معين هنقسمه الجزءين جزء انا مش هعدل فيه حاجة خالص اللي هو كان متزال باللسود زائد جزء اللي انا ايه ناوي ان انا حسنه تمام? ده الجزء اللي انا ناوي احسنه اللي هي مسلا ايه data transfer instruction جميل جميل ده لسه before يعني انا ما حسنتش لسه بعد ما حسن هيبقى عبارة عن ايه هيبقى عبارة عن القانون ده بعد ما حسن هيبقى المقام عندي هو ده اللي هو ايه? زي ما هو ما جناش ناحيته زائد على مقدار التحسين اللي احنا عملناه يعني من الاخر البسط هو المقام والفرق بس المقام هنا عندنا هيكون مقسوم على مقدار التحسين اللي انا عملته انه خلاص انه في المقام عندك cpu time after يعني بعد التحسين اللي انت عملته جميل جميل فعايز اشوف مقدار التحسين اللي ظهر عندي فانت بتقسمه على ايه الجزء اللي انا ويتحسينه اللي هو ده اللي احنا فرضينه اللي هو اللود واللستور والكلام ده على مقدار التحسين جميل جميل فالقانون عندنا اهو لو جانا نشوفه في السلايدز السبيضاب عندك احنا كنا قيلين ان هو time before على time after فالtime before عندك عبارة عن ايه? عن جزء ايه? execution time كده كده عشان اجي ناحيته بس لسه ما اسمتش على مقدار بس لسه ما عملتش تحسين ان انا في ال before انا لسه في الماضي في الحاضر بقى انت عملت تحسينه خلاص فانت عندك ده الجزء زي ما هو ما تحسنش وده الجزء اللي انا كنت ناوي احسنه على مقدار التحسين اللي انا عملته هتقول لي ايه? speed up improvement هي هي بالزبط amount of improvement بقدر التحسين يعني مسلا يقول لك ايه? انا سرعت لك مسلا لود والستوم بثلاث اضعاف بضعفين تمام? هوا ده ايه? amount of improvement او speed up improved تمام? يبقى فرق ما بين speed up improved و speed up overall تمام? تمام speed up overall هي ال performance بتاعتك عمتا اللي هي ال performance على ال performance تمام? و speed up improved هي amount of improvement بتاعتك اللي هي مقدار التحسين انت حسنت اللود والستور بتلات اضعاف اربع اضعاف خمس اضعاف ايا يكن جميل جميل واحد يشوف القانون ده كده يقول انا سيبي السؤال احسن يعني انا مش هورط نفسي واحل بقانون شكل عامل كده اول قانون سهل وكل حاجة انت ما تخدش نفسك بحجام القانون يعني هو يعني القانون بيوصف لك الكلام يعني هو كاتب لك الكلام بس في القانون فده اللي نخلي كبير وحنا الوقت هي نعمل في القانون تبسيطة كمان هتخلي القانون سهل جدا ومش ياخد في ايدك غلوة كده على طول تخلص المسألة تمام ايه رأيكم نمسك القانون ده كده ونقسمه على ال execution time total اللي هو عبارة عن ايه من الاخر total اللي هو عبارة عن ايه اللي هو عبارة عن الجزئين اللي هو الجزء ده والجزء ده اللي هو ال execution time unaffected زاد ال execution time affected by improvement تمام فلو اسمنا البسط ده على ال execution time total اللي هو يعتبر نفس القيمة دي هيديك واحد جميل جميل ولو جينا نقسم كل واحد على ال execution time total تمام سيكمل نزبيضة بالوقتي هنمسك مثلا ايه execution time affected by improvement تمام ده الجزء اللي انا بحسنه تعال نقسمه على time total يعني انت كأنك مسك الحتة الصفر دي بتقسمها على الحتة البرتقانية دي اللي هي total كله تمام هيديك نسبة او friction تمام اسمه اف improved تمام عادي كأنك تقسم حاجة جزء معين على total بيديك نسبة جميل تمام والزبيضة او amount of improvement موجودة زي ما هي تمام هنتكملها في بقية القوانين هي بقى اسمها speed up improved تمام مش نقول بقى خلاص amount of improvement هما الاتنين واحد تمام مفيش مشاكل خالص improved بس انا بحب اقول amount of كذا عشان اتجنب انها مسلا اطلقت ما بين كلمة speed up overall و speed up بتاعت تمام تمام زائد فضلنا الجزء ده لو مسكنوا الجزء اللي هو السود ده واسمناها البرتقاني او الجزء التويتر بقى ايه اللي هيحصل بدل ما تعمل اه برامتر جديد او رمز جديد مسلا لا احنا نمقالين one minus if تو ناس بتوع probability وفاهمين لو انت مسلا عندك اشرين في المية حصل لهم اه بتاعتها تحسين يبقى تمانين في المية ما جناش ناحيتهم اللي هو واحد ناقص تمام؟ جميل جميل يبقى ده القانون بتاعنا اللي احنا عايزين نشتغل عليه ونخلص اي مسألة بازن الله والموضوع هيكون سهل وخلوا بالكم الاف دي لما جبناها او ده لما جبناها كنا بنقسم على الجزء اللي انا حسنته من تمام على اللي عندي ولما جينا نجيب اللي هي قلنا ان هو الجزء اللي عندي اللي هو على الايه؟ تمام؟ فاحنا عندها ده عبارة عن على فانت مسلا ما يقول لكش بتاعتك تحسنت ضيع فتقم قاسم لي مسلا القديم على الجية وتقول لي دي الاف بتاعتي لا الاف بتاعتك جاية من الطايم بس فانت اي مسألة حتى قدام المسائل الصعبة شوية اللي هتكون في امدلتز له هيكون المشكلة ان هو ما يديك الحاجات بقى اللي هي بشوية مع سي وكده انت بس يبقى عليك تحولها لطايم جميل؟ يبقى دي تبقى صعوبة في المسألة بس ان هو هتخلي كل برامتر ازا عندك في المسألة عشان تعرف تستعمل امدلتز تبقى طايم ان امدلتز شغله كله ايه؟ وقت بيقول لك الوقت بتاعك او الامباكت بتاع التايم بتاعك او احصلها ايه بعد ما تحسن برشة معينة في الايه؟ في الكمبيوتر بتاعك بس كده نخش على المسائل تمام نخش على المسائل بس قبل ما نخش على المسائل عايز كده تديك حتة تبقى ايه؟ بعيدا عن المسائل اصلا بس تبقى فاهم انت بتعمل ايه؟ يعني انا ايه لازمة امدلتز لول انا بغد ده و ايه لازمة الهري ده كله؟ بص يا سيدي لو واحد مسلا اجاه قال لك اه انا هزبط لك مسلا الار فورمات اه انستراكشن تمام؟ اخليها لك اسرع خمس مرات تمام؟ ولا ازبط لك الاي فورمات يا سيدي اخليها لك اسرع مرتين بس تقول له يا سيدي على طول اعمل لي الار فورمات اسرع خمس مرات انا كده ايه؟ يبقى عندي الحوار اسرع والاكسكيشن تمام بتاعي يا اقل؟ اقول لك انت اتضحك عليك كده تمام؟ اشعر رفك انك انت ممكن الار فورمات دي عندك بتستعملها في الكود اتنين في المية بس وقت الكود عندك عبارة عن ايه؟ اه اللي هو تمامين وتسعين في المية عبارة عن ايه؟ ايه فورمات فهتلاقي الامباكت بتاعت الاي فورمات اكبر بكتير ولما تحسن مقدار اتنين اه تزود الضعفة بس او تحسنها الضعف اتلاقي انها سماعة جمد معاك في التوتال ايه برفورمانس او التوتال ايه سبيد اوب بتاعتك فانت برضو دي فايدة امداز لو انك انت بتشوف الجزء اللي انت حسنته ده وتشوف الامباكت بتاعته في السبيد اوب اوفر اول بتاعتك عاملة ازاي؟ تمام؟ بناءا على ايه؟ بناءا على الجزء اللي انت بتستعمله ده هل هيكون موجود كتير معايا في الكود او موجود معايا كتير في البرنامج؟ تمام؟ ولا مسلا احسن مقدار كبير جدا وحاجة بتكون ايه؟ ما بستعملهاش كتير خالص يعني احسن مسلا اخليها مسلا اربع اضعاف بس دي بستعملها مسلا تلاتة في المية ولا اربعة في المية في الايه؟ الكود بتاعي جميل؟ لأ ده عشان كده اخدنا الامداز لو عشان تبقى فاهم مهما كان حتى الاماونت اللي انت عملته قليل بس انت مسلا عملتها الحاجة بنستعملها كتير في الكود او بنستعملها كتير في البرنامج بتاعي او السيستم بتاعي هتلاقي ان الامباكت بتاعها بقى ايه؟ فظيع واجبر او بيحسن لك البرفورمس ترقية اكبر من حاجة انك تحسنها بمقدار كبير او تضعافها جامد او الاماونت تاعها يكون كبير بس استخدامها يكون قليل او الاف بتاعتها من الاخر تكون قليلة تمام؟ تمام بس دي كنت عايز اقولها كده قبل ما نحل ايه مسألة حتة فهمة كده وخلاص يلا بينا اوكي تمام بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك اه what is the overall speed up تمام? يعني هو من الاخر عايز يحسب ال speed up عادي جدا اللي كنا بنحسبه على طول الشابتر تمام مع حميد كنا بنحسبه cpu time before cpu time after بس اعزينا استعمل بقى ايه امدرز المرة دي تمام؟ تمام آآ جميل قال لك انت هتعمل ايه الوقت؟ هتعمل مقدار عشر مرات جميل؟ يعني انت كان عندك جزء في البرنامج انت سرعته مقدار عشر مرات تمام والجزء اللي انا بستعمله في البرنامج ده اهو اربعين في المية ايه؟ يعني بس الجزء اللي انا هحسنه عشر مرات ده هو بيكون اربعين في المية من البرنامج بتاعي تمام؟ تمام بسيطة جدا تعويض مباشر في القانون تعوي نكتب القانون واحد على واحد نقس اف بتاعي بلس اف بتاعتي على او تمام جميل نطلع واحدة واحدة اول حاجة متضرر التحسين اللي نعمله تمام؟ اللي هو هيبقى عبارة عن عشرة تمام تمام اللي هو ده هيبقى فضل لنا بس النسبة يعني نسبة او اللي بياخدوا البرنامج بتاعي او الجزء اللي انا عايز احسنه بيكون ادئيم البرنامج بتاعي هو ده الاف حتى لما جاء نستنتج الاف هيكتعبار عن ايه؟ الجزء اللي انا اه عايز احسنه اه هو على على يبقى هو قالك ايه هو ادها لك صريحة انا هو ادك في السؤال جاهزة قالك انت البرنامج بتاعك ده بيكون اربعين في المية من ايه برنامج كله تمام؟ او بيكون اربعين في المية من ايه؟ بالتوتل تايم تمام؟ تمام فانت معاك اساسا الاف اللي هي اربعين في المية جميل جميل عوض انت خلصت والله فانت هتميل له واحد على واحد نقس اللي هي تديك ايه؟ زائد على عشر بس كده بس كده وتطلع الناتج جسيدي هيطلع معاك اه ستة وخمسين تمام؟ تمام اه عمل زي انا بالزبط قالك واحد على واحد نقس او بوينت فور تمام؟ ان الاف بتاعتك هي اربعين في المية اللي هو ادها لك على طول الجهزة وقالك التحسين بتاعك او مقدار التحسين او كمية التحسين اللي انت عمل بتاعك اتعشر اضعاف جميل جميل وهو ده ايه عندي خلصت المسألة تعويض مباشرة نخش نخش على المسألة اللي بعديها بيقول لك ايه بيقول لك سببوز وي انهنس اكمبيوتر تو ميك اول فلوتنج بوينت انستركشن رون فايف تايمز فاستر تمام؟ اي انت لوقتي عايز تمسك اي فلوتنج بوينت عندك في البرنامج نخليها ايه اسرع خمس مرات يبقى هو ادك او ادك تمام بتاعت الايه الفلوتنج بوينت تمام لها بكام خمس مرات جميل جميل ومديك تلات اسئلة على الايه الجزء ده اول سؤال بيقول لك ايه ايه او ايه البنشمارك ده اصلا لها برنامج يعني تمام از عشر ساكن تمام يعني انت في الاخر عندك البرنامج تاعك كان بياخد عشر ثواني اه وهو بيتنفز جميل what will be the speed up? اه بي if a half of the ten second is spent executing floating point تمام? يا عام الاخر قال لك انك انت البرنامج بتاعك ده بياخد عشر ثواني البرنامج اهو برنامج مش عارف اكتبه ولا ايه لا اله لا الله برنامج عندك اهو بياخد عشر ثواني والفلوتنج بياخد نصهم يعني بياخد ايه? خمس ثواني. بياخد خمس ثواني. جميل جميل. يبقى حنقدر نطلع من هنا ايه? بتاع ده بتاعتي اللي هو الجزء اللي انا عايز اعمله تحسين اللي هو خمسة بياخد خمس ثواني على اللي بياخده البرنامج اللي هو عشر ثواني اللي هو نص. خلصنا ما انت خلاص انت معاك الاف ومعاك المقدار تاع التحسين اللي هو خمسة انت خلصت يلا عوض. انتم اقيل ايه? انتم اقيل يلا بينا. سميها وخلاص ماشي. اي حاجة انت تفهمين ان انا قصد انها تمام. اه عبارة عن ايه? عبارة عن واحد على. واحد ناقص النص اللي هو بتاعتك على مقدار التحسين او اللي هي خمسة خمس مرات. تمام? تمام. طلع وتحسب الناتج بتاعك على طول. بكام? تعالوا نشوف. يطلع معاك واحد بوينت آآ سبعة وستين. جميل جميل. نفس الحاجة اهو. ولا عملنا اي حاجة زيادة ولا اي حاجة اقل. انت الوقت يبقى يتفهم انت بتعمل ايه? تمام? بتاعي تشوف بتاع تحسين الفلوتنج بوينت لما سرعتها خمس مرات وهي بتاخد من البرنامج آآ نص البرنامج يعني هي بتاخد نص وقت البرنامج. تمام? تمام. فانت شفت بتاعها او بتاع ده ايه? التوتال بتاعتها او انها ايه? طلعت كام? واحد بوينت سبعة وستين. تمام? يعني انت سرعت البرنامج خمس مرات. سرعت الفلوتنج بوينت خمس مرات. وفي الاخر لقيت ان الامبكت في او البرنامج عموما بقى كام واحد بوينت سبعة وستين. تمام? اللي هو زيت سبعة وستين في المية من الاخر. تمام? تمام. نروح عالجزء اللي بعدين. بيقول لك ايه? احسب لي اللي هتاخده عشان اخلي عندي او عندي بتلاتة. وقال لك تستعمل ايه? على رسل السؤال هي تستعمل نفس فكرة انك انت عايز تسرعها خمس مرات. تمام? تمام. تعالوا نعوض عادي جدا. يبقى انت هنا خفالك ايه? ودك ايه? يعني كان زمان كان بيديك النسبة اللي هي او اللي انت بتدور عليه الوقت ده. على جميل او يديك النسبة زي المسألة الاولانية اللي هي اربعين في المية. ويديك مقدار التحسين اللي انت عايز تعمله. اللي هو خمسة. خمس مرات اسرع. تمام? وبيطلب هنا بس خفالك حاجة ودك الحاجة التانية. يعني هي ادك اللي هي بتلاتة. وقال لك ايه? انا مش هديك او مش هديك بتاع او بتاع الجزء اللي انا عايز حسنه. احسبه لي يا سيدي. هتيجي عادي خالص. تقول له بتاعتي. بقى التلاتة. ايه? واحد على وان ماينس اف نعملها ازاي? بص يا سيدي. انت مش عارف النسبة الوقتي. فهتقم عيل له ايه? واحد ناقص. تي. على مية. تمام? هو قال لك ان البرنامج تاعك او الجديد ده بياخد ميت ساكن. تمام? جديدة دي. يعني هو كان البرنامج عندك كان بياخد عشرة. ده سؤال تاني يعتبر. فقال لك بياخد ميت ساكن. تمام? تمام. دي الاف بتاعتك اللي هي الجزء اللي انا عايز احسنه على التوتل تايم. زائد تي بتاعتك على المية. دي الاف بتاعتك ايه? على مقدار التحسين اللي هو خمس مرات اسرع. شفت سولف على الالة تطلع على طول قيمة التي. تمام? هتطلع كما سي دي. هتطلع معاك تلاتة وتمانين بوينت تلاتة. تمام? تمام. اللي هي من الاخر تلاتة وتمانين في المية من الاكسكيشن تايم. الاكسكيشن تايم تاعك كله كان كمية في المية? تلاتة وتمانين في المية الوقتي منهم هيكون ايه? هيكون للفلوتنج بوينت. تلاتة وتمانين بوينت تلاتة في المية. جميل? جميل. تمام? جالك في الاخر سؤال بيقول لك ايه? بيقول لك بيقول لك تمام? يعني هو من الاخر عايزك ترسم مع اخر حاجة وصلنا لها او المعادلة بتاعتنا اللي احنا وصلنا لها ايه? استنى اشوف الباب وارجع لكم. تمام. اخر حاجة وصلنا لها اللي هي معادلة ودخلنا معاها كتابرة عن ايه? كتابرة عندك ان تمام? كم بيساوي واحد على واحد ماينس اف? ده اللي هو الجزء اللي ما حصل لهوش تحسين زائد او الجزء اللي حصل لهو تحسين نسبة الحاجة اللي حصل لها تحسين يعني او تحسن لها او حصل فيها يعني على المقدار التحسين. لها خمس اضعاف ستة اضعاف ايهن يكون. تمام? اللي هي speed up improvement. او improved عمتا تمام? تمام? دي المعادلة. اولوقتي عايزك تعمل ايه? ترسم العلاقة ما بين الاف وال speed up. تمام? تمام. يلا بنا. هو اعملها لك ازاي? انت واحد في امتحان الوقت ايه? تعملها ازاي? الف به تبدأ تشوف اقل قيمة واكبر قيمة. تمام? فانت هتشوف اقل قيمة للاف واكبر قيمة للاف. اول حاجة تعمل ايه? اقل القيمة للاف ممكن تكون ايه? اقل قيمة ممكن تكون ايه? سفر. يعني ايه سفر? معناها ان البرنامج بتاعك مفوش اي تمام? ان الاف دي كانت تعبر عن ايه? الوقت اللي بياخده على الوقت اللي بياخده البرنامج كله. فانت لما تقول ان الاف بسفر ده معناها ان الوقت اللي بياخده سفر. معناها ايه? يعني البرنامج مفوش اصلا. تمام? تمام. فانت بالعقل كده بالسنسان عايزك تبقى وانت بتعود في المعادلة تبقى فاهم. فانت لما تيجي تحط هنا صفر هتلاقي اللي طالع معك. بص يا سيدي لو حطنا هنا صفر. صفر على اي حاجة بصفر. هنا صفر هتلاقي اللي في الاخر طالع معاك ايه واحد على واحد اللي هو بواحد. يعني في الاخر أو التحسين اللي حصل لك او اللي حصلت في في بتاعك ككل بواحد. يعني ايه? يعني ما فيش اي حاجة تغيرت ان لما كنا بنيجي نفكها بنقول على فلما يكون ده زي ده يطلع لك الناتج واحد في الاخر تمام? ليه بقى ان انت يعني ليه في الاخر بتاعتك بواحد مع انك بتقول ان انا عملت هنا خمس اضعاف يعني سرعت خمس مرات. اصلا انت بتاعك مفوش فانت طبيعي مش يحصل لك في البرنامج. يعني انت بتقول ان النسبة نسبة وجود انت عندي صفر يعني هو مش موجود اصلا. تمام? فانت ان شاء الله تسرعه مية مرة هو مش يعمل لك في السيستم اصلا. او في البرنامج بتاعك. فالسبيضة بتاعتك تفضل زي ما هي. فانت تبدأ رسمتك بايه? انك تحط الاف بتاعتك بسفر. تلاقيها سماعة معاك بتاعتك تبقى بايه? بواحد. تمام? اللي هو ما فيش اي تغيير. ما فيش اي تحسيمة. ما فيش اي نسبة تحسيم. تمام? تمام. بعد كده تبدأ تحط بقى قيم تزود ارباع. لو انت عايز تمشيها ارباع وتزود نصص في الاخر انت بتحط قيم وبترسم سكيتش. هو طلب منك سكيتش يعني مش بالمسطرة والقيس وكيه. لأ انت بتحط قيم وتحطها كده ترسمها عادي. وفيه كم حاجة هم بيركزوا عليها. هقول لك عليه. اول حاجة زي ما انا قلت لك. انك انت بدء من الصفر. معناها ايه? يعني اول حاجة الجزء اللي انا بحسنه ده مش موجود اصلا عندي في البرنامج. فمهما تكون نسبة التحسين خمس مرات ستة مرات مليون مرة مش هتأثر معايا في الايه? الاسبي طاب عندي. تمام? هتلاقي عندك الاسبي طاب واحد معناها ايه? افتر على واحد يعني ما تغيرش اي حاجة عندي في البرنامج. تمام? واخر حاجة اقصى قيمة ممكن تحطها للف هي ايه? عندك اخر قيمة تقدر تحط له هي ايه? واحد. معناها ايه? معناها ان البرنامج بتاعك كله تمام? ان النسبة عندي هنا هي الفلوتنج بوينت. فانت لما تحط له الف بتاعتك بواحد ده انت بتلسية تقول له ان البرنامج بتاعك كله تمام? تمام? فانت بالعقل كده اقصى قيمة ممكن توصلها ايه لما يكون البرنامج عند آآ كله تعالى نعوض. فحط هنا ايه? نحط هنا واحد. امسح بقى الكلام ده. تعالى نحط هنا واحد. اهو. ونحط هنا واحد. لو واحد مركز يقول الاجابة على طول من غير ما يعوض في القانون. فواحد واحد زيرو. تمام? وهنا عندك واحد على خمسة. فمقام المقام بسط تلاقي عندك في الاخر الاجابة ايه? خمسة. ده كان مقدار مقدار التحسين اللي انت عملته له كان خمس مرات اسرع. تمام? تمام. طبيعي. ليه ان انت البرنامج عندك كل الوقت فانت لو حسنت مقدار مرتين تلات مرات اربع مرات هتسمى عندك على طول في هي الخمسة هي الاربعة هي التلاتة. ايه ان يكون مقدار التحسين اللي انت عملته. يعني انت هتلاقي عندك هنا اللي سمعت على طول في عندك اللي هي تمام? اللي هو انك التلوقتي خليت عندك اسرع خمس مرات دي اللي هتسمى على طول. ليه ان انت الاف عندك بواحد ده معناه ان السيستم بتاعك كل جميل جميل. تمام? يعني انت البرنامج عندك الوقت كل فانت حسنت مثلا سرعته مقدار مرتين هتلاقي عندك عطول بتاعتك بقتين. خمسة زي ما في السؤال هتلاقيها خمسة تمام? فانت لما تحط بتاعتك بواحد هتلاقي القيمة اللي طلعها لك خمسة. عايز تجيبها بالعقل كده بالسنس عايز تجيبها بالقانون هتطلع معك نفس الانتر. فانت ايه الحاجات اللي ممكن يبص عليها الدكتور وبيصحح? اول حاجة انك وقفت عند الواحد انا. دي اكبر قيمة ممكن تحطها على انك انت عندك كبارة عن ايه? تمام? تمام. تاني حاجة ممكن ايه? آآ يتبص عليها هي اصغر قيمة اللي هو واحد ان ما فيش عندك حاجة ما فيش عندك حصل تمام? ان هو البرفورمانس بفور على البرفورمانس افتر على البرفورمانس بفور. آآ اداك واحد تمام? يعني ما تجيش ترسمي الكرف وتبدأ من عند الزيرو. اهو دي السفر الماتين. تمام? دي تاني حاجة ممكن يتبص عليها هيبقى الواحد دي. اهي. تالت حاجة انك بدأ من عند زيرو. تمام? اقل قيمة عندك عندك تبقى زيرو. تمام? ده معناه ان البرناج بتاعك كله آآ مفوش تمام. آآ رابع حاجة والاهم انك قفت عند الخامسة هي دي القيمة العظمى اللي انت ممكن توصلها او مقدار او دي اللي كنا بنسميها ايه? كنا بنسميها تمام? اللي هي عبارة ايه? تمام? تمام? تمام. اللي هي كان مدى لك في السؤال انه هيتسرع خمس مرات. هيبقى اسرع خمس مرات. بس بس ليه? ان هنا كان عندك الاف واحد اللي هو البرنامج عندك كل فلوتنج بوينت. فاي تحسين هيسمى على طول في بس دي الحاجات وخامس حاجة ممكن تبص عليها ان هي تزايد بس. علاقة تزايدية. انك كل ما بتزود نسبة الحاجة اللي انت بتحسنها كل ما تلاقي آآ بيزيد. طبيعي جدا يعني انت مثلا بحسن خمس مرات. وهو نسبته في البرنامج واحد في المية. مش هتحس بيها هتلاقي بتاعك قليل. آآ نفترض ان الوقتي عندك بيمثل من البرنامج تمانين في المية. هتلاقي بتاعتك. لا. سماعة جامد. عملت في الايه? تمام? ان الحاجة اللي انا حسنتها بمقدار خمس مرات دي بتمثل جزء كبير من البرنامج عندي. تمام? تمام. كده احنا خلصنا السؤالين دول. آآ نشوف هناخد ايه بعد كده. تمام ناخد السؤال ده. كل الاسئلة جماعة حرفيا اهم حاجة انك تطلع على المعطيات صح. وغير كده انت بتحط قانون واحد وخلصت. تمام? تمام بيقول لك ايه? بيقول لك سبوز ابرو جرم رانز ان آآ ميت ساكن. تمام? ان كمبيوتر. وقال لك عملية الضرب فيه. تمانين سانية. جميل? من الطايم ده. يبقى من الآخر. الضرب بتمثل كام من البرنامج كله? بتمثل تمانين في المية. جميل جميل. اه انت كده جبت الاف. اللي هي كام? خلت بالك ازاي من طلع المعطيات خلاص خلصت. اه معي الاف. عايزين نشوف هو عايز ايه? بيقول لك ايه? تمام? يعني هو الوقت كامل السؤال. ايه فوق الوقت بيقول لك ايه? ايه ما يقدر الامبروفينت اللي هي بتبقى في المقام عند الاف دي. عشان اصرع البرنامج بتاعي تخليه خلصت بالك وبيقول لك ايه? عشان اخلي البرنامج بتاعي يرن اربع مرات اسرع. يبقى اربع مرات اسرع دي عيد على مين?кий نهو بيقول لك البرنامج كله جميل. فانت كده ايه? عارف تتطلع المعطيات بطريقة جميلة جدا. فانت الوقت يتم حاطط القانون. تمام? اللي هو اربعة اهو. ده اللي بتاعي. واحد على واحد ناقص الاف. جميل. شد خط كمان. على مقدار التحسين اللي انا عملته اللي انا عايز احسابه. او انا مش عارفه. هتيجي تحسب الاكس دي تطلع معك كم? ستاشر. ابقى انت محتاج تسرع عملية الضرب ستاشر مرة في البرنامج ده. يعني انت الوقتي عندك برنامج. البرنامج ده عملية الضرب فيه بتمثل تمانين في المية. البرنامج بياخد ميت ثانية. تمام? فانت محتاج عشان تسرع البرنامج ده كاتوتل اربع مرات. يعني تزود البرفورمانس تاعته اربع مرات او فاربع كأنك ضربت البرفورمانس تاعته فاربعة. محتاج تسرع عملية الضرب ستاشر مرة. يعني شيء يعتبر من سعر المستحيلات. جميل? جميل. جاء قال لك اه وماذا عن ايه بقى? انك عايز تخليه خمس مرات اسرع. بص يا سيدي. جرح حط خمسة. وطبق نفس المعادلة عادي جدا. بتلاقي ايه اللي حصل معاك? الالة هتقول لك بعد ما تركينك شوية حلوين يعني. هتقول لك كانت سولف. يعني انت تبقى عاد في اللي متحمد توتر كيه وفكرة يطلع لك اكس وتحط قيمتها. واتلاقي الالة بقى فضلت مستنيها معاك كده وانت مستني الاجابة هتقول لك في الاخر ايه? كانت سولف. ليه يا سيدي? بص يا سيدي. انت الوقتي ليه كرنج معين? مستحيل تعدي علي. يعني انت الوقتي احنا بنتكلم في الحياة العملية اللي احنا عايشين فيها. انت عشان تحسن برنامج الوقتي مش براحتك اللي هو انا حسن لك يا ابني عملية تضرب ميت مرة عشان اوصل سبيد اوب معينة اوفر اول بتاعتي انا عايز اوصل لها تبقى مش عارف كم عشرين عشرين مرة تزيد عشرين مرة او البرفورمانس عشرين في المرة احسن. عشان ايه بالزبط يعني تزيد عشرين ضيع فيها. لا يا سيدي انت ليه كرنج معين. ليه قيمة ماكسما ممكن تحطها في قيمة التحسين. انت مثلا بحسن عملية ضرب في برنامج. عملية ضرب فيه مكونة بتكون بالبرنامج تمانين في المية. ليه قيمة قصوة ممكن توصلها. ما ينفعش تعديها. تمام? هيطلع لك هنا عشان تخلي البرنامج بتاعك بتاعته تبقى خمس خمس مرات اسرع. هتلاقي الاكس بتاعتك دي طلعت بانفينيتي. يعني انت عشان توصل لان البرنامج بتاعك يبقى احسن خمس مرات محتاج في برنامج يكون فيه عملية ضرب بتمثل تمانين في المية من البرنامج كله تكون كمية التحسين فيه او مقدار التحسين في وهذا شيء مستحيل طبعا. تمام? تمام. فهو مسلا لو في الامتحان جاء قال لك ايه الماكسما اه ايه القيمة الماكسما الممكن توصلها في عملية الايه? تعالى نعملها ازاي? هتحط الاكس بتاعتك بايه? انفينيتي. لما تحط الاكس بتاعتك بانفينيتي اه اي حاجة على انفينيتي تديك ايه? زيرو. فالترم ده يديك زيرو. تمام? يبقى في الاخرى عندك يبقى ايه? واحد على واحد ناقص. حسابها هيطلع لك ايه? هيطلع لك خمسة. تمام? يبقى دي القيمة اللي انت اساسا هيكون عندها مقدار التحسين اللي انت هتعمله او هتكون جميل جميل. يبقى انت ما تسوحش نفسك لو طلب منك مسلا في السؤال ده ايه بقى الوقت اللي انا اخده او مقدار التحسين اللي اعمله عشان يكون عند البرنامج خمس مرات اسرع. ما تروحش تحسب على طول على الالة. جرب حط هنا الاكس بانفينيتي وشوف ايه الرقم اللي هيطلع معاك. لو طالع معاك خمسة على طول قل له ان هنا هيكون مستحيل ان انا اقدر اخلي البرنامج جتاعة يتحسن وسرعاته تزيد خمس مرات. تمام? تمام. حتى او في السلايز بيقول لك ايه? اهو. تعالوا نروح للسلايز كده. السؤال ده اهو. تمام? بيقول لك ايه? بيقول لك تمام? في حالة ان عملية الدربة عندك مكونة تمانين في المية من بتاعك او من بتاعك او من بتاعك او من بتاعك. تمام? يبقى انت مستحيل تحقق اه حوار انك انت تحسن البرنامج بتاعك خمس اضعاف. تمام? تمام. في الحالة دي في السؤال ده في السؤال ان يكون عندك اه عملية الدرب او اي انية كل حاجة اللي انت بتحسنها بتتمسل تمانين في المية من البرنامج التوتر. تمام? تمام? عايزين نطلع كده فوق سينا? اواريكم حاجة. اهو. ده المكسيمم بيبقى عبارة عن ايه? بيبقى عبارة عن القانون بتاعك اللي هو الاصل اللي هاي شغالين عليه. لما تحط بتاعتك اللي هي اللي هو انك بتحسن جزء معين عندك في الكود. اه بقيمة كبيرة جدا. اقول بقى عشر تلاف ضعف ولا عشر تلاف مرة. لهم الاخر كان المقام هنا عندك ايه? فلما يكون هنا عندك فالف على تديك ايه? تديك زيرو. فهنا هيبقى عندك ايه? على تمام? اه لو بقول فسامحوني يعني كل ده كنت بطلغبط يعني. اه مفيش مشاكل. اهم حاجة المعلومة واصلة. تمام? فلما يجي يقول لك تبقى عارف انت هتعمل ايه? تحط بتاعتك اه جميل جميل. ده اللي احنا وصلنا له في الاخر اهو. تمام? لما حطنا هنا في الاخر عندك واحد على واحد نقص. او بوينت ايه. تلقى لك خمسة. زي الفول. نروح ل ايه يا سي دي? لبعد كده. بص. احنا الوقتي اه كنا شغالين من اول منهج على كزا ماشيين عليهم. ومنهم اللي هي اه كيس فاصل. تمام? نفهمها اكتر. الوقتي زي ما احنا قلناه على فكرة احنا قلناها كده كده في اول الفيديو. انك انت مثلا عندك حاجة نستعملها كتير. زي مثلا الار فورمات. وعندك اه لمس aynı فورمات مش بنستعملها كتير عندي في الكود او اللي هي الآن تمام؟ خليها مسلا دي بنستعملها كتير وتده للكومن بالنسبة لي. تمام؟ فدي الحاجة اللي هي اهمة بالنسبة اللي ان انا عمل لها ايه لمبروف تمام؟ ان انا حسنها. ان انا ازود بتاعتها. ان انا بتاعها. فانا اركز على حاجة البرنامج بتاعي بيستعملها كتير وحسنها. ده اللي هيخل البرنامج بتاعي ايه? بتاعته او بتاعته تزيد. تمام? ماروحش احسن حاجة بعدي عليها بنسبة بسيطة جدا. او بتاعتها قيمة قليلة جدا. تمام? تمام. ده بس انها كنت عايز اقوله في الحتة دي. وعايزين ناخد آآ بصه. واحنا كده يعتبر ايه? خلصنا المسائل بتاعت آآ وفيه بس سؤالين يبقوا في الاخر موجودين. ودي يعتبر معظم المعطيات او معظم الافكار يعني اللي ممكن تيجي لك في الايه في السؤال ده. بس فيه فكرتين كده او فيه مطلوبين ممكن يطلبهم منك. وانت تقف تقف في الامتحان كده مش عارف انا اعمل ايه. تمام? فحنا ناخدهم الوقتي ونعرف ازاي بنجيبهم. تمام? ممكن يطلب منك ايه في السؤال من الاسئلة هي مش موجودة في مفيش سؤال عليها في الايه? في السلايز. تمام? بس في الامتحانات موجود. بص يا سيدي. ممكن يقول لك ايه? يقول لك انت الوقتي آآ كنت بتحسب فراكشن تمام? اللي هو كان بيعتبر الجزء اللي انت هتعمله آآ او الجزء الافكتد تمام? اللي هيعمله آآ على الاكسيكيوشن طايم التوتل. جميل? جميل. دي دي كانت الاف بتاعتك اسمها الاف امبروض تمام? او الفراكشن امبروض. وانا افترض هو قال لك انا عايز الفراكشن امبروض نيو. يعني ايه نيو? يعني بعد اما انت عملت تحسين. مش انت يا سيدي بعد اما عملت تحسين. انت الاكسيكيوشن طايم بتاعك اتغير مصبوط. مدام الاكسيكيوشن طايم بتاعك اتغير. تعال نشوف صفحة فاضية. مدام انت انا مش فاهم حاجة. مدام انت الاكسيكيوشن طايم بتاعك اتغير التوتل يعني? اكيد هيسمع في بتاعك. النسبة. ان الفراكشن ده كان عبارة عن بتاع الحاجة اللي عاملها وما نفترض نسبتها في دماغنا مسلا تمام? دي اللي انا هعدل عليها او ازود لها تاعتها. على تمام? تمام? وانت اساسا بعد ما عملت حوار التعديل ده خلاص? هو عايز يعرف نجيبها ازاي? بص ساسي. تمام? يعني انت الوقتي خلاص خلصت مسألتك اول حاجة دك الاف وانا افترض قالك الحاجة اللي انت عايزت حسنة عملية ضربه وكانت بتمثل تمانين في المية من الكود يعني خلينا على المسألة اللي فاتت دي. تمام? تمام? والوقت كله عندك كمية. تمام? انت جيبت النسبة على طول ومقدار دي اللي انت كنت عاستعماله او بتاعتك كانت اربع مرات. وطلعت ايه? لأ ده هي ما كانتش من دهلك. ده كان كان اربع مرات وانت حسابت طلع معك ست وجر. تمام? وانا افترض دي انت حالية المساءة دي خلاص. جاه منك طلب ايه? قالك انا عايز تمام? تمام. اللي هو بعد ما انت عملت ايه? تحسين. تعملها ازاي? بص يا سيني. نمشيها خطو خطو. اي عندك يكون عبارة عن ايه? الجزء اللي تحسن على بس اها بنقول فتلاقي كل حاجة هنكتبها الوقتي جنبها تمام? بتاعك افكتل افتر 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 ا انت زودت الايه? زودت فانت بقى عندك بتاع البرنايج مش مية. قيمة تانية. جميل جميل. اهو. طب احنا نقدر نعملها ازاي? عايزين نفكها شوية. تمام? عشان نطلع قانون نعرف نخلص الحوار. جميل جميل. بتاع الحاجة اللي انت كنت بتحسنها اللي احنا عارفينه اللي هو كان في السؤال اللي فوق. اه تمانين. تمانين ثانية. لو اسمناها على اللي هو مقدار التحسين هيديك المقدار ده. اللي هو بعد التحسين. جميل جميل. ونفس الشيء بالنسبة اللي هو اللي هو اللي هو كان بيمثلي في السؤال الفوق ميت سانية. لو اسمتوا على وهيديني القيمة الجيدة. اللي هي القيمة بعد ما انا عملت ايه? عملية التحسين في عملية الضرب اللي كانت موجودة في السؤال الفوق. خليناها ماشي عن السؤال الفوق. جميل جميل. فاحنا ما هينا نقدر نعمل ايه? مقام المقام بسطى يتلاقي اوور اول دي طلعت اهي هتلاقي اوور اول هنا على اللي هي دي جميل مضروبه في ايه مضروبه في اللي هي عملية الدرب اللي هي كانت كام تمانين سانية. على اللي هو قبل المحسن اللي هي كانت ميت سانية. انت بعد ان ما حسن طبعا المية ما بقتش مية وتمانيين ما بقتش تمانين. قال له طبعا لك انت قللت الجزء ده قللت الجزء ده وبالتالي سمع في طويتل تمان? فانت معك التمانين والمية. دي حاجات تتعرفها. ودي انت كتت موجودة عندك في دي كتت موجودة عندك في السؤال اللي هي اربعة. دي كتت موجودة عندك انت اللي حسبتها طلعت بستاشر. انا بتكلم على السؤال ده. يعني انت خلال ان هو طلب منك المطلوب ده في السؤال ده. وانت دي لسه حسابها ليه بستاشر. او مقدار التحسين اللي انت عملته في عملية الضرب. سرعتها ستاشر مرة. اللي هي هنا ستاشر. فانت معاك هنا كام اربعة ومعاك هنا ستاشر. لو ضربتهم في تمانين عالمية اللي هي من الاخر آآ او بوينت ايت هيديك بتاعك بعد التحسين. اللي هو تمام? تمام. ابقى طلعنا فورما كده جديدة. ما ينفعش استعملها او لو كتبتها في الامتحان. مش تاخد عليها درجة تمام? يبقى ده مش قانون الدكتور بيدي عليه درجة. في قوانين زي قانون امدل كده وانت بتيجي تتحل المسألة. تيجي تكتبه. انت ممكن تاخد عليه درجة عادي جدا. لما تكتب القانون بس. تمام? بيبقى توزيعت الدرجات بيبقى عليه درجة عادي. فانت هنا لو كتبت له دي. لو جاء طلب منك آآ بتاع مسلا عملية احنا حسنا ايه الوقتي? عملية الدرب. تمام? لو طلب لك بتاعك اللي هو بعد التحسين. تمام? آآ وانت كتبت له القانون ده كده انت بش تاخد عليه درجة ولا اي حاجة. تمام? انت ممكن تمشي الخطوات دي كده عادي جدا. مفيش اي حاجة. وفي الاخر حاطت له دي عشان تتأكد منها كده وتطلع الناتج. يبقى انت على طول لو انت عايز تحسب بتاعك اللي هو كان في السؤال اللي فات كان عبارة عن عايز تحسبه بعد التحسين او تعملها ازاي? تجيب اللي هيكت عندنا في السؤال اللي فوق اربعة على اللي هي بستاشر حسبناها تضربها في بتاعك اللي هو جميل جميل. بس دي اول الفكرة كنت عايز اقول لها دك. ان ده مطلوب ممكن يطلب منك وانت توقف كده انا اسم قلش القانون ده شباب مش عارف حل السؤال. انت اسا لو فكرت شوية تقدر تجيه من غير اي قانون ولا اي حاجة. احنا قلنا ده مش قانون. ده مش حفظ. تمام? تمام. تاني فكرة عندك يا سيدي على طول اه هيعتبر سطر وما فيهاش فكرة ولا اي حاجة. انت لو عندك الوقتي اه جميل بياخد ونفترض نمشي برضو على السؤال اللي فات خلينا احنا مشي دايما على السؤال الفات. اللي هي ايه عملية الايه? اللي بتاخد ايه اللي هو تمانين سانية. جميل جميل. جهة قال لك ايه? والرشيو بتاعاتها اللي هي عبارة عن كام تمانين على مية? اللي هي قال لك ايه يا سيدي? قال لك بتاعتك دي اللي هي كانت انا قلتها بمقدار اه خمسين في المية. تمام? اللي هي النسبة اللي هي تعمل ايه? قال لك احساب لي بقى الجديدة. تعملها ازاي? ما تتعبش نفسك. شفت النسبة اللي هو قال لك عليها. اللي انت هتقلل بيها او بتاعك. اللي هي اضربها في الاي بتاعتك. اللي هي كان في السؤال اللي فات. تمام? النتج اللي يطلع من هنا. حطه في الفورم دي. اللي هي واحد على واحد ماقس. او بوينت ايت في او بوينت فايف. تبقى انت جبت الجديدة على طول. جميل جميل. بس كده. بس كده. عايزين ناخد ايه كمان? عايزين ناخد بقى اهم مسألة بالنسبة لي في الامدلس لو. ليه? ان هي مسألة ميديك الحاجة في صورتها عادي اللي هي السي بي اي والسي بي اي وعلى الانستراكشن والكلوك اه ريت والكلام ده كله. وانت محتاج تحلها مسلا الوقت بايه? بامدلس. هو ممكن يفرصة عليك في الامتحان تحل بالقانون الفلاني. جميل جميل. يعني ممكن ما يسيب لكش حرية انك تحل بانهي قانون انت عايزه. تمام? فانت الوقت ينعمل ايه? لما تجي لك المسألة اه بالمنظر ده. يبقى فيها ويبقى فيها ويبقى فيها الكلام ده. هي تبقى مضطر تحول كل حاجة لطايم. ان احنا قلنا امدلس عبارة عن طايم بس. هو شغله عبارة عن طايم. تمام? تمام. تمام? قبل ما ناخد السؤال اللي هو اخر سؤال بالنسبة لنا في امدلس لو. موجود في السلايدز. عايزين بس نفهم ازاي نحول كل حاجة لطايم. وانا افترض ان انت عندك اسم اي. ده اللي انت عايز تحسنه. تمام? تمام? هتجيب بتاعه ازاي عشان تقسم على الطايم الكلي? الطايم بتاعه هو هو تمام? يبقى عبارة عن ايه? عبارة عن بتاع الكلاس اللي اسم اي. في عادل اللي خدتها من الكلاس اللي اسم اي. في بس. وانت عندك او الطايم التوتل عبارة عن عادي عادي. عادي. في السي عادل في التي. لو قسمت الاتنين دول على بعض انت كده عارفت تجيب الاف. صح? صح. بس كده. ده اللي اعايزه منك. نبدأ بقى ايه? اه بحب اعمل حركة دي. اوكي ولا قولك نشيلها خالص. ما فيهاش حاجة مهمة يعني. بص يا سيدي. نروح على السؤال ده. بيقول لك ايه? عيد حل سؤال رقم خمستاشر اللي حميد حلو بايه? حلو بالس بيو طايم عادي. تمام? استعمل له امدل اللي هو كان بيقول لك السؤال ده ايه? كان بيقول لك اه احنا هنعمل شوية حسابات كده. اول حاجة خمسة وعشرين في المية. تمام? يجي لك واحد تنين يقول لك بل اف كده عندي با او بوينت خمسة وعشرين. قل له انت كده جبت الصفر الماتين تاني. يعني انا بحاول اعمل فيها طالب اه متسرع تمام? فاقول لك اتقل. تمام? ان هنا بيقول لك الفريكوانسي. يعني السايز اللي واخده من الكود بتاع خمسة وعشرين في المية. ان احنا لما كنا بنيجي نحسب الفريكوانسي. لما كنا بنيجي نحسب ده او النسبة دي او الاف عامة كبتبقى عبارة عن طايم الحاجة طايم خدت بالك بقول ايه? طايم الحاجة اللي انا حسنتها على الطايم الكلي. فما تتصرعش. تمام? مش اي نسبة تشوفها طم اي الاف يعني ما تبقاش ايه? عندك صرع. بص يا سيدي. اول حاجة بيقول لك الفريكوانسي وفلوتنج بوينت خمسة وعشرين في المية. جميل. يبقى احنا يعتبر ربع البرنامج عندنا فلوتنج بوينت. يبقى خمسة وسبعين في المية ايه? بقت البرنامج. جميل جميل. وبيقول لك السي بي اي. وفلوتنج بوينت اربعة. والسي بي اي. اه بتاعت النون بوينت واحد بوينت تاتة وتلاتين. وبيقول لك ايه? الفريكوانسي وفلوتنج بوينت سكوير روت اتنين في المية. تمام? طب الاتنين في المية دي من ايه? من خمسة وعشرين. يعني انت في الاخر اللي عملنا السندوق كده. نقسمه. خمسة وسبعين في المية. ده اللي هو نون فلوتنج. وهنا ايه? ده نون فلوتنج. وده ايه? الفلوتنج. يعني مقسميني الفلوتنج ليه? اتنين في المية. تمام? وتلاتة وعشرين في المية. من غير آآ سكوير روت. جميل جميل. لو جاهد اتكلم معك على الفلوتنج لوحدة على بعد خمسة وعشرين. اهي. جميل. بعكها بيقول لك ايه? بتاعت الفلوتنج سكوير روت عشرين والسي بي اي بتاعت الفلوتنج بس آآ اربعة والسي بي اي بتاعت النون فلوتنج واحد بوينت تلاتة تأتي. بيقول لك ايه? عايزين نعمل تحسين عندك انك تعمل تحسين بطريقتين. وقل لي من الطريقة الاحسن. ده معظم الاسئلة بتجي في الامتحانات كده. تمام? على الشابتر وان. بص يا سيدي. اول طريقة عشان نعلي بتاعتي اوترنيتف اللي هي خمسة وعشرين على بعض. آآ اتنين. يبقى انت عايز تقليل بتاعت اللي هي دي. اهي. ان دي كان بتاعت كلها. بالروت ولا من غير روت? اربعة. هو عايز تخليها من اربعة لاتنين. تمام? تمام. تمام. تاني طريقة انك تعمل ايه? آآ تخلي تقل من عشرين لاتنين. تمام? تخلي بتاعتها اتنين. يعني تخليها من عشرين تتحول لاتنين. اني طريقة تبقى احسن وهتخلي بتاعتك اكبر. جميل جميل. احنا عشان نحسب آآ عم دا كنا بنعمل ايه? محتاجين حاجتين. الاف ومقدار التحسين. صح? انا ده القانون بتاعنا. اهو. مقدار التحسين او بتاع الفلوتنج بوينت الوقتي. بتاع الفلوتنج بوينت. تمام? تمام. اول حاجة احنا محتاجين نجيب الاف. احنا قبل لما نبدأ نحل السؤال ده انا كنت اعمل لك هنا ايه? ازاي نحاول كل حاجة التايم? تعال ان بص يا سيدي. اول حاجة احنا عايزين نجيب الاف. الحاجة بتاعتي اللي انا عايز احسنها اللي هو الفلوتنج بوينت عايزين نجيب ايه? عايزين نجيب الطايم بتاعه ونحوله الطايم. ازاي? بص يا سيدي. مش معاك بتاعته? جميل. اهي. بتاعت الفلوتنج بوينت. جميل. لو ضربناها في السي اللي انا مش عارفها. تمام? انت مش عارف السي. انت عارف ان هي عبارة عن خمسة وعشرين في المتاها مسي. يعني هي عبارة عن خمسة وعشرين مسي. كميل? انك انت مش عارف عادل بعينها. عارف نسب بس. تمام؟ سيبي في السي بافضل لك الايه التى. امتفق انت معي? ا Boeing انت متفق معي. بص يا سيدي. المقام بقى هيكون في ايه. التوتا تايم اللي هو هيعتبر عبارة عن ايه? اللي هو هنجيبه ازاي? خمسة وعشرين. تمام? خلينا نكتب القانون الاول. بالسي. في التي. ده حكاية كتبنا لايه القانون? بص معي. مش هما الاتنين في نفس الكمبيوتر مظبوط يا انس. يبقى طيار اللي التي مع التي. والسي مع السي. تمام? كلنا ايه متفقين في الحتة دي? فاضلك السي بي اي بتاعت ده اللي احنا عارفينها بتاعت اللي هي اربعة. وفاضلك ايه كمان? فاضلك السي بي اي افرج. بص يا سي دي. تمام? كنا بنجيب ازاي السي بي اي افرج? كنا بنقول ان هي عبارة عن سيجما السي بي اي. بتاعت كل عندي اي مضروبة في الاي? سي اف. تمام? السي اف عندك دي عبارة عن ايه? اللي هي النسبة انا مش عارف ايه? او الفريقونسي عمتا تمام? اه الفريقونسي عندك اللي هي اعتبر ايه? النسبة بتاعت او اللي بياخده الكلاس المعين من ايه? من البرنامج عندي كله. لو احنا شلنا السي اف دي خلناها سي بس احنا كده كنا بنجيب ايه? لو ضربت السي بتاعتك في السي بي اي بتاعت كل الكلاس وعملت سيجما. انت كده انك بتجيب الوقتي فكر معايا كده انت لو كل كلاس بالسي باي بتاعتك ضربتها في عدل بتاعته انت كده بتجيب الايه? صح? يعني العدد بتاع محتاج بس تضربه في تي تبقى جبت السي بي و تايم كنا بنعمل كده ايه? في استنتاج قانون السي بي و تايم. بس لو حطينا يا سي اف ده معناها ان احنا بنجيب ايه? السي بي اي افرج. جميل جميل. وش حميد قالها لكم في الفيديو اللي فات. جميل جميل. فحنا الوقت انه معاقلين ايه? ايين خمسة وعشرين اللي هي او بوينت. خمسة وعشرين دي بتاعت الايه? بتاعت الفلوتنج. نضربها في السي بي اي بتاعتها اللي هي اربعة. زائد آآ الجزء التاني عندي اللي هو او بوينت خمسة وسبعين. نضربها في تلاتة وتلاتين. مظبوط. مظبوط. جميل جميل. اهي. هيطلع معاك يا سي دي الناتج اتنين. احنا كده ضربنا معظم المشوار. خلاص. مش فضلنا حاجة. انت كده جبت الايه? معاك بتاعت تمام? ومعاك تقدر تجيب الاف بسهولة. اهو القانون حطينه. احنا جبنا القانون ده منين ان احنا قلنا هو طايم على طايم. بس فاحنا استنتجناه معاك من الاول. لو جيت بص في هتلاقيه ايه? كتب لك بتاعت الفلوتنج بوينت. فانت ايه? تتوتر. الناسبة دي جات منين او كده. فما بقى نتلك من الاول وطيارت الحاجات المتشابهة مع بعض. مش تبقى فاهم ان احنا عاملنا طايم على طايم. فانت الاف بتاعتك تطلع كام? اتنين. كتبينها والله خلاص. مش كتبت تانية مش عارفة. اوكي. لا ده يعتبر سوري باتنين. فالاف بتاعتنا تطلع بكم في الاخر? تبقى عبارة عن اربعة ربع. تمام? اللي هو يديك واحد. على اللي هي اتنين فيه مفيش حاجة خلاص. تمام? فواحد على اتنين يديك كام? يديك نص. فاحنا كده عارفنا النسبة بتاعتك نص. فلو راح الطالب المتسرع حطها خمسة وعشرين شوف كان هو عمل ضحك خلاص تمام? لما انت اعطاها طايم على طايم. ان احنا قلنا بتاعتك فامدلز عبارة عن طايم. تلعت معك اهي نص. وزي الفل انت ماشي ايه? صح. جميل? فاضلك ايه? فاضلك مقدار التحسين اللي انت عملته. موجود في السؤال متدولك طازة. بص اقرأ معي السؤال. قالك ان احنا عايزين نعمل ايه? عايزين نخلي من اربعة نخليها اتنين. فمقدار التحسين بتاعك عبارة عن ايه? بتجيبه ان هو تقول اربعة لاتنين. تضيع فيه يعني. تمام? تمام بس كده. يعني انت عشان كنت تعمل اه او تعمل فيها واحدة كنت تحتاج اربعة التحسين بتاعك في السؤال ده ان هو يخلى لك تاخد اتنين بس عشان تعمل بس فالتحسين بتاعك مقدار التحسين هو عندك ايه? اربعة لاتنين اللي هو اتنين. بس كده. فانت محتاج تحط لي في القانون ده ايه? تعالى نمسح بها كل حاجة ونحط قيمها. هنا نص وهنا نص وهنا كامل اتنين. اتنين نص نص. وطلع الناتج جسيدي. احسب كامل معي على الحزبة. واحد على واحد نقص نص اللي هي نص عادي. زائد نص. ام يعني وانا بحسب كده انت حسب معي عادي خلص. مش هبانتجها حتى. عشان نكون بنذاكر سوا. هيطلع معاك واحد تلاتة وتلاتين. مظبوط مظبوط. ده اللي اطلع معاك. محتاجين نحسب ايه ده? يا جماعة انا هبيع اللاب واللي عايز اشتريه اكتب في الكومنتات. اهو واحد تلاتة وتلاتين. جميل جميل. فاضل بس نحسب بتاع الحالة التانية. اللي هو عمل تحسين في في بس مش عمل تحسين في كلها لا في تمام? تمام. فاحنا هنا لما حسبنا بتاعت بتاعت بتاعتها تلع واحد تلاتة وتلاتين. عايزين نشوف التانية نعملها ازاي? نفس الفكرة. تمام? هو قال لك انا كنت عايزة خلي اللي بدل ما تاخد عشرين بتاعتها تاخد عشرين? عايزة تاخد اتنين بس. فهو كده انت عندك الايه مقدار التحسين بتاع اللي هو عشرة. فهنا هيكون عندك ايه? عشرة. طفقين. فضلك الاف? اكيد مش هي هي نفس الاف. تمام? على نفس النهج على نفس الطريقة على نفس الفكرة هنعمل ايه? آآ البسط والمقام بتاعك. اول حاجة بتاع اللي هي بكم? اللي هي بعشرين. تمام? يبقى نشيل دي ونحط عشرين. خلينا زي ما احنا. نشيل دي ونحط عشرين. جميل جميل. ودي بتاخد البرنامج اتنين في المية. تمام? تمام. نشيل دي ونحط او بوينت او تو. او بوينت او تو. تمام? تمام? والسي بي اي افريج بتاعتك هي هي ما تغيرتش. يميل جميل اللي هي سيجما. السي بي اي السي بي اي بتاعت كل مضروبة في الايه النسبة بتاعت الفريكنسيز اللي عندنا. تمام? تعال نشوف دي تطلع معك بايه? عشرين على اتنين في او بوينت او تو. طلعت معاك او بوينت تو. تمام? دي الاف بتاعتي. يعني حتى لما انت تيجي تحل في الامتحان مسألة وبيبقى فيه كزا مواطة. انت بتتعف في اول مواطة بس. وبيبقى فيه كزا واحد شبه هو. يعني مسلا يكون في طريق طريق التحسين. وطريق التحسين تانية. الاثنين يبقوا بنفس الطريقة عامة تانية. امدل زي اما بالسي بيو تايم. فانت لما تتعف واحدة تعرف تجيب التانية على طول. وانت بتحلك يا بص انت عملت ازاي الاولانية. تمام? فانت هتبقى مصيبة لو عملت الاولانية غلط وكملت عليها التانية. فالمسألة بتاعتك كلها غلط. تمام? فخلي بالك. هنا تبقى او بوينت تو. هنا احسبك على الالة. تطلع معاك واحد بوينت اتنين وعشرين. اهو او بوينت تو هنا عشرة. هنا او بوينت تو. هتطلع معاك واحد بوينت اتنين وعشرين. يبقى هنا هيبقى تلاتة وتلاتين في المية. انا حسنت البرنامج تاعت تلاتة وتلاتين في المية. هنا اتنين وعشرين في المية. فمين احسن? الاحسن انك تخلي بتاعتها من اربعة لاتنين. هتقول لي سبحان الله مع ان انا خليتها من عشرين لاتنين يعني سرعة عشر مرات. بس هي بتاخد من البرنامج اتنين في المية بس انت خدت بالك ان بتاع ضعيف جدا على 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 ما جاي نشوف بتاع البرنامج الكل طلع ان من عشرين لاتنين اللي هو تحسين عشر مرات. اسرع عشر مرات. في الاخر سماع لك اتنين وعشرين في المية. خدت بالك فده الحلو في ايه? في امدلز اللي هو بيرسيك وما يخليش حد يضحك عليك. مش اي حد يقول لك انا احسن لك مسلا اه معينة او حاجة معينة في الكمبيوتر برقم كبير يعني انه ده يكون الاحسن. ممكن احسنها لك بقيمة صغيرة بس الحاجة اللي انا حسنتها دي بتاخد جزء كبير جدا من البرنامج عندي. بس كده بس كده. وايه ممكن ناخد سؤال من اسئلة الامتحانات. عشان نبقى ايه? اغطينا معظم الحاجات كده. انها مش حاسن الاسئلة دي كفاة. ناخد سؤال من اسئلة الامتحانات. عايزين نحل الوقتي السؤال ده. ده سؤال من امتحان الفين وستاشر. جميل. تعالوا نشوف طالب مننا ايه? السؤال جاي لك انا وهو. بديك ست درجات عالسؤال. والسؤال متقسم لايه وبي وسي ودي. اه فسهل انك تاخد درجة جدا يعني الجزء ما فيوش اي حاجة صعبة. بيقول لك ايه? بيعملوها انهانسنج لايه? لكمبيوتر. اللي هي مالتي ميديا اكستنشن هاردوير تو بروسيسور. فالتحسين اللي انا عملوه ان هما هيحسنه جزء معين تمام? ان هما زودوا الامام ايكس دي الهاردوير بتاعنا. البروسيسور اللي عندنا سوري. انا كمبيوتر بيحصل عندي انه بيكون عندي البروسيسور اسرع عشر مرات تمام? لا خلي بالكو يعني انا تلغبطة هو ومش هقصها عشان يبقى ان انا ايه? تلغبطة في فهم السؤال. مين بيبقى اسرع عشر مرات? الامام ايكس لما حطه بيبقى اسرع عشر مرات من النورمال مود تمام? تمام. فهنا العشرة دي مش قليل انا عملتها. او تمام? او دي الحاجة او الكمية اللي انا حسنتها. جميل جميل. او المقدر اللي انا حسنته. او الجزء المعين اللي انا حسنته. تمام? قلتها بكزا ايه? صيغة عشان تبقى واضحة. تمام? تمام فهما تتلغبط شانت لغبطة ومش هقصها تمام? هتعمد ان مش هقصها. يبقى انا لما بحط ده بيبقى اسرع عندي من عشر مرات. يبقى ده اللي يكون عندي في الايه في المقام دي بتكون اف على مقدار التحسين اللي انا عملته اللي هو هنا يبقى عشر. جميل جميل. اه اوكي. بيقول لك ايه? طلب من انا ايه هنا? what percentage of media enhancement is needed to achieve an overall بص an overall speed up اتنين. يبقى في الاخر طالب تمام? يبقى هو طالب الاف. طالب الاف اللي تخلي عندي كام? اتنين. شفت على الالة وخلص وهات الاف. تطلع معاك الاف او بوينت ستة وخمسين اللي هي ستة وخمسين في المقى. تمام? يعني انت لو استعملت ستة وخمسين في المقى من البرنامج بتاعك بالمم اكس مود ده. تمام? وهو اسرع عشر مرات من النورمال مود. هيديك في الاخر اا عندك يكون كام اتنين. تمام? او عندك تكون اتنين. اوكي. يعني تعتك تضرب في اتنين. تاني طلب. بيقولك what percentage of the run time is spent in mmx mode if an overall speedup of the name is achieved. تمام? انا هسيبك لوقت تفكر في السؤال ده. انت تتغبط تقول ما ده شوال اولاني قوي. عبيقول لي what percentage of run time is spent in mmx mode. هو عايز برضو الف. طب معنا لسه حسبها له انا مش فاهم. هنا كان بيقولك to achieve عشان اعمل يعني عشان احقق حوار ان يكون عندي overall speedup اتنين. انا بيقولك. تمام? هو عايز بقى الف بعد اما انت عملت الحوار بتاع التحسين. انت حسنت خلاص والبتاع ده. نهارده انا عندك بقى السبيضة بتاعته اتنين. تمام? overall بقت اتنين. هو عايز الف نيو. اللي انا قلت لك هتديك فكرتين. لو قولك في الامتحان انت ممكن تقف ما بالنسبة مش عارف تعمل ايه. فهي دي واحدة منهم. اهي جات في ايه? رقم بي. فهو عايز الف نيو. تعالي نفتكة كنا متجيب ازاي الف نيو. قلنا الف نيو تبقى عبارة عن ايه? تبقى عبارة عن الجزء اللي انا حسنته. تمام? فين? خلينا نقول. بتاع الحاجة اللي انا حسنتها. نيو. اهي. على الاكسيكيشن تايم توتل. هنكتب توتل كده. نيو برضو. ايه بعد التحسين. نحن قلنا بعد التحسين انت خلاص. الاكسيكيشن تايم التوتل بتاعك يتغير. تمام? وبلص ان الجزء بتاعك اللي انت غيرته او اللي انت حسنته. الاكسيكيشن تايم بتاعه ايه هيتغير? تمام? تمام. اهو عايز الف نيو. دول كنا نقدر نفكهم لايه? كنا نقدر نفكهم لجزء كمان. تمام? على مقدار التحسين اللي انت عملته او بتاع اللي هو عندي كان بعشرة في السؤال ده. على الاكسيكيشن تايم التوتل الاولد برضو. يعني ده خلينا كاتبينه كده بتاع الام ام اكس. ما تلابطش. او بتاع الحاجة اللي حسنته ده التوتل. تمام? على بتاع ايه? خلينا نكتبها. دي بتاعت الام ام اكس. تمام? في الاخر كانت طلعت معنا القانونة عبارة عن ايه? على على بتاع الام ام اكس. تمام? مضروبة في ايه? التايم اولد بتاع الام ام اكس على التايم توتل الاولد. اللي هو كان بيديك ايه في الاخر? الاف اولد. الاف اولد انت كا كا جاي بها. اللي هي ستة خمسين في المية. نقص انك تضربها في الاس بيضب بتاعت الافر اول اللي هي يعتبر كام اتنين على بتاعت الام اكس اللي هي كام عشر. ببناقص انك تضرب في الاخر. نمسح كده. ببناقص انك انت في الاخر تقول له ايه? تقول له اتنين على عشرة في او بوينت ستة وخمسين. بس وتطلع الناتج. انت لو كتبت له القانون ده على طول وطلعت الناتج ممكن ما تاخدش هو السؤال ده عليه درجتين تمام? ممكن تاخد درجة منهم واحدة. تمام? ان احنا قلنا زي ما قلنا في اول الفيديو. ده عبارة مش قانون. ده مش قانون تاخد عليه درجة. انت بتستنتجها زي ما انا عملت كده تمام? تمشي الخطوات دي كانت خدت الايه? درجتين بازن الله. آآ تالت جزء عندنا بيقولك ايه? what is the maximum speed up? تمام? from using the mmx mode. ايه اكبر speed up ممكن اوصل لها لما استعمل mmx mode? هو كان اقيل لك في البرنامج ان هو اسرع عشر مرات من النورمال مون. يعني انت ما تجليش وانت بتحل. تمام? اتعني نكتب القانون. speed up. محدش مهتم. speed up. هو فيه انا مش فهم. speed up overall تمام? عبارة عن واحد على واحد مينس اف. زائد. اف بتاعتي. على ال speed up بتاعة ال mx. جميل جميل. هو في السؤال قيل لك ان هو اسرع عشر مرات من normal mode. فانت ما تجيش وانت بتحله تقول لي عشان اخليها maximum انا احط دي بانفينيتي. لا هو هنا مسبت لك الايه? اللي speed up بتاعة الحاجة اللي انت حسنتها. او مقدار التحسين. هو مسبت له لك عشر مرات. فايه الحاجة اللي اقدر الالعب فيها? ال if. تمام? فهنا الوقتي لو عايز اوفر اكبر speed up ممكنة ممكن اعمل ايه في ال if? اخلي البرنامج بتاعي كله عبارة او شغال عندي بال mx. تمام? مش ستة وخمسين في المائة منه بس. لا اخلي كله شغال بال mx. فاخلي ال if بتاعتي بواحد. فلما تخلي عندك ال if بتاعتك بواحد دي اطلع معك ايه? واحد على واحد مقس وحد دي يديك زيرو. بتاع الحاجة اللي حسنتها هي mx اللي هي اسرع عشرة مرات من normal mode. اطلع معك في الاخر واحد على واحد على عشرة. اللي هو كام عشرة. ده maximum speed up ممكن توصله. جميل جميل. ده عليه درجة. احنا معنا كام? معنا خمس درجات. اخر حاجة. بيقول لك اه what percentage of the media enhancement is needed to achieve ايه? one half. تمام? اه يعني انت الوقتي عايز تخلي ال speed up بتاعتك. one half maximum speed up from using mmx mode. تمام. يعني هو عايز في الاخر. ال speed up تعالى نقرر السؤالتين. عشان اي ما نقعش اي حاجة كده ولا كده. اقرأ انت معي. what percentage of the media enhancement is needed? يبقى هو عايز ايه? one half the maximum speed up. يبقى هو عايز في الاخر. اه تبقى انت القيمة بتاعت بتاعتك. one half القيمة بتاعت اللي هيكت عشر مرات. تمام? يبقى هو عايز في الاخر تبقى ايه? نص العشرة اللي هي خمسة. تمام? وانا عايز الف. يبقى هو عايز قيمة الف اللي تخليك نص القيمة بتاعت اللي هيكت عشر. تمام? فانت في الاخر تكتب له ايه? تكتب له خمسة. one over one minus f انا مش عارفها. تمام? اه مجموعة عليها f انا مش عارفها على عشر. وطلع قيمة الف ناقية. تعالوا نشوف كم? اهي. خمسة equal one over one minus f original. plus f original اللي هي الاف العادية او الاول ده همسميها الاول ده على عشر. تطلع لك تسعة وتمانين في المية. تمام? يبقى انت من اخر عشان تخلي البرنامج بتاعك يتحسن خمس مرات او يتحسن نص قيمة نص قيمة الاسبيض اب اللي هي بتاعت الام ام ام اكس مود اللي هيكت عشر مرات. محتاج تخلي الاف بتاعتك تسعة وتمانين في المية. تمام? او نسبة الام ام اكس. تبقى نسبتها تسعة وتمانين في المية من البرنامج بتاعك. وبس كده بس كده سؤال امتحان والله العظيم. والدنيا وسيطة وجميلة وانت كده خد ست درجات. بس كده. اشوفكم بازن الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.